بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته هل يلغى موسمو الحجي لهذه السنة سنة 2020 هذا ما لن نتمنه بطبيعة الحال لكن المنحة الخطير والأوضاع المتصارع التي بدأت تأخذها الأمور بسبب فيروس كورونا لا تبشر بالخير فكما هو معلوم المنطقة العربية لازلت لم تصل إلى الذروة بالنسبة للمرض كما وصلتها مناطق أخرى نتمنى من الله السلامة والعافية ولكن من الوارد جدا أن المنطقة العربية ستصل إلى حالة الذروة على كل حال بالنسبة لموسم الحج وإلغائه لهذه السنة ليس هناك أي موقف رسمي أو قرار رسمي من السلطات السعودية لحد الآن لكن ربما بعض الدول بدأت تتخذ إجراءات في هذا الشأن وعلى رأسها دولة السينيغال التي أعلنت وزيرها للخارجية يوم الجمعة الماضي في مؤتمر صحفي بحضور وزير الداخلية السينيغالي وأيضا سفير المملكة العربية السعودية عبدالله أحمد العبدان السينيغال ألغت الحج أخذت القرار بإلغاء الحج لهذه السنة بالنسبة لمواطنها فلن يتمكن السينيغاليون من الحج هذه السنة مع الأسف ذلك بسبب هذه الجائحة العالمية لكن النقطة المثيرة في هذه الندوة الصحفية وهو أن هذا القرار تأخذ بناء على توصية من المملكة العربية السعودية وقال فيها بأن المملكة العربية السعودية أوسط السينيغال بإيقاف جميع العمليات الخاصة بالحج بما فيها استلام الأموال والحجوزات الفندقية وحجوزات شركة الطيران والعهدات على وزير الخارجية السينيغالي هو قال بأن المملكة العربية السعودية هي التي طلبت ذلك على كل حال القرار الآن تم اتخاذه وربما سوف تتبع دول أخرى في المستقبل في السياق نفسه وفي مصر كشفت وزارة التضامل الاجتماعي المصرية عن سبب تأخر الإعلان عن أسعار الحج الجمعيات للموسم الجديد كما قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة ونقل عن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة في وزارة التضامل الاجتماعي المصرية عن أسباب الحقيقية لهذا التأخر وقال عبد الموجود أن ذلك يرجع إلى تأخر ردي الجانب السعودي بخصوص طلب وزارة التضامن الاجتماعي بتحسين بعض خدمات الخاصة بالمشاعر وحسب التكلفة إذن هنا يقول عبد الموجود أن السلطة السعودية لم تجيب إلى حد الأهل الوزارة بهذا الشأن وكذلك أيضا شركة مصر للطيران لا زالت لم تجيب بخصوص أسعار تذاكر الطيران ويعني مما يدل بأن الآن الحج ربما أن هناك قرارات سوف تتخذ في المستقبل حسب تطور المرض إذن سوف نوفيكم في المستقبل بالجديد من التطورات بخصوص هذا الموضوع نستودعكم في أمل الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته